يا أهلاً وسهلاً تغريد وعلي وأنا ما راح أطلع لحالي على فكرة بأخذكم معي من دبي بنتم جاهزين خيراً أحد افتكرنا المايك عندك يا يوتيب شكراً يا أهلاً وسهلاً شكراً لك علي شكراً تغريد وأطيب التحايا لكل المشاهدين والمستمعين مشاهدين تتسارع الخطط الاستراتيجية في السعودية بكفاءتها وكوادرها البشرية وهذه المرة نتكلم عن الفضاء وعلومه هذا العالم الذي يشكل أهمية كبيرة لدى المسؤولين في السعودية وبالتحديد في الهيئة السعودية للفضاء والذي راحه بمجلس من يجلس معي اليوم وهو من يمثل هذه الهيئة المهندس عمر العمودي وهو من قطاع العمليات وبرامج الفضاء حياك الله مهندس الله يحييك ارتبطت ذكرياتنا كسعوديين بأول رائد فضاء عربي وهو صاحب سملك الأمير سلطان ابن سلمان اللي أكيد نوجه له تحية وهو اليوم يا رأس الهيئة السعودية للفضاء اليوم أنا أعرف أنه لديك حديث عن مشروع أو تجربة هي أجيال الفضاء لو تكلمنا يعني مهندس عمر عن هذه التجربة هذا المشروع يعني هيئة السعودية للفضاء أنا أشوف أنه فيه صمت الفترة الماضية لكن يبدو أنه فيه مشروع قادم أكيد فيه مشاريع قادمة بإذن الله والمشروع الأول الآن اللي نبدأ فيه هو برنامج أجيال الفضاء برنامج أجيال الفضاء يستهدف طبعا إثراء المحتوى العلمي والمعرفة بصفة عامة في المملكة طبعا في النهاية هذا سيعود بالنفع على جميع القطاعات طبعا قطاع الفضاء له علاقة بقطاعات الاقتصاد بقطاعات الأمن بقطاع التعليم فإن شاء الله سيعود بالنفع على هذه القطاعات وطبعا برنامج أجيال الفضاء يستهدف كل الشرائح من الشرائح المرحلة الابتدائية المتوسطة الثنوية والجامعي وحتى ما بعد الجامعي ومن أهداف برامج الفضاء المميزة اللي يتم إنشاء لها الآن برنامج لتسري وبناء حاضنات ومسرعات لريادة الأعمال في المملكة في قطاعات الفضاء واضح أن الخطة استراتيجية بعيدة مدى نتكلم عن كأنه مثل نظام كرة القدم أنه أنا أبحث عن أكاديميات وأبدأ يعني أهتم بالجيل الجديد وأقدم لهم الشغف وحتى غيرها من المجالات اليوم تكلم عن الفضاء يعني عالم في السعودية تشوفه اليوم مثل ما قلت لك ارتباط بأول رائد فضاء عربي لهو الأمر سلطان وكذلك بعض القصص اللي تكون حولنا وقصص النجاح اللي موجودة سواء في الإمارات أو حتى في الدول العالمية لكن ليش أنتم استهدفتوا الجيل الجديد يعني يتكلم عن أجيال الفضاء هذا هو عنوان المبادرة نعم إثراء المعرفة يسبب حب الاطلاع على المجهول كل من الواحد يتعلم شيء يظهر أنه يعلم أنه في مساحة مجهولة كبيرة جدا فهذا هو الشغف فبالتالي الإنسان لما يكون عنده حب الشغف في الاطلاع في الفضاء سيعرف قيمة الفضاء في المستقبل وما يعد بالنفع على كل المجالات هو تعليمي؟ بداية هو تعليمي وأيضا شراكات مع الجامعات لإنشاء حتى معامل في الجامعات لتنفيذ تجارب علمية جامعات والمدارس جامعات والمدارس نعم لتنفيذ مشاريع علمية في الفضاء بحل المشاريع المميزة جدا الكيوبسات وهي الساتليتات جدا مصغرة تكون في المعامل الجامعية نعم اليوم يعني أنا ترتبط مثل ما قلت لك ذاكرتي أنه الكواكب وعالم الفضاء عالم يعني أنا أقول حتى العقل البشري ممكن ما يستوعب التفاصيل الكبيرة اللي موجودة سبحان الله يعني في هذا الموضوع أنتم دافع لهذا الموضوع يعني هل هو أنه في يوم من الأيام يكون عندنا جيل يهتم بهذه الصناعة الكبيرة اللي موجودة اليوم عالميا أكيد وهذا أحد أهداف برنامج أجيال الفضاء على المستوى الشخصي يعني أنا حضرت في البيوت العلمية في الجوانب حتى التطبيقية بالضبط وعلى المستوى الشخصي أنا حضرت في أجيال كثير من الورش التعليمية وتعلمت أشياء كثيرة عن مستوى الشخصي مثلا ليش كوكل مريخ لونا أحمر يعني أنا ما كنت أتخيل اليوم من اليوم من يعرف وهو لونه أحمر بسبب أن الصدق يطرع على المعادن الموجودة على سطح الكوكب وضعف الغلاف الجوي أو انعدامه يحفز التصدي في هذه المعادن ويطلع اللون الأحمر على الكوكب من بعيد أيضا يعني معلومات جدا شاسعة في مجال الكواكب مثلا ليش المريخ وين المريخ مكانه كم يبعد عن الأرض تقريبا يبعد في حدود سبعين مليون كيلومتر وكم حجمه وهو حجم تقريبا نصف حجم الأرض وأشياء كثيرة جدا يعني وهذه المعلومات راح تقدم اليوم في هذه التجربة نعم قدمت وأيضا سيتم الإضافة عليها الإضافة اللي راح يقدمها برنامج إجهال الفضاء نتكلم على المنظومة اليوم المنظومة الاستراتيجية السعوديين يعرفون اليوم ويحلمون برؤية السعودية 2030 فبالتالي اليوم الفضاء هو عامل من العوامل المهمة نعم بكل تأكيد يعني هي لأي قطاع الحجر الأساسي يكون دائما التعليم ولذلك حيئة السعودية للفضاء بدأت ببرنامج أشياء للفضاء كيف اليوم نزرع هذا الشغف يعني أوكي نعلم الطلاب وسواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي يعني تفاصيل ما يعرفونها يجهلونها عن العالم المليء بالكثير من المعلومات اللي تكون جديدة عليهم لكن كيف نخليهم شغفين يعني اليوم تجي اليوم في المدرسة أو في الجامعة أنتوا شو بتصير بكرة يقولك أصير يعني في عالم فضاء أو رائد أو إن يكن صحيح ولذلك أحدثنا هدف أجيال برنامج أجيال الفضاء هو تحفيز يعني تحفيز الأجيال القادمة في كل القطاعات بحيث أنه نصمم لهم برامج في المدارس متعلقة بالفضاء والعلوم المساندة للفضاء وأيضا تخصصات الجامعية في المستقبل القريب إن شاء الله أجيال الفضاء مع مشاركة إن شاء الله مع وزارة التعليم وبرامج وموهبة إن شاء الله سيقوم بعمل تخصصات علمية في الجامعات بإذن الله تختص بالفضاء والعلوم المساندة للفضاء اليوم الهيئة السعودية للفضاء بماذا تعد خلنا نقول المتعطشين لأخبارها وتفاصيلها ومشاريعها القادمة يعني الهيئة الآن في طور الامطلاق الآن بإذن الله لتطبيقات العلمية في الفضاء والتجارب الفضائية العلمية إن شاء الله يكون لنا مستقبل وننافس جميع الدول العالمية في هذا القطاع ببرامج تكون نوعية وتثري المحتوى الاقتصادي والعلمي والأمني أيضا إن شاء الله طبعا أكيد مهندس عمر انت سجلتني أنا وعلي وتغريد في القائمة اللي رح تطلع إن شاء الله أكيد إن شاء الله أكيد أنا ترى مرة متحمسين أكيد وإذا فيه بعد مساحة أنا ممكن أجيب لك مثلا من رياض أو من دبي أبركب الساعة أبركب الساعة تصرفنا اليوم بوجودك مهندس عمر العمودي من قطاع العمليات وأيضا برامج الفضاء شكرا لك على وجودك اليوم أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في القادم من الأيام أقل واجب العفو شكرا على الاستضافة شكرا لكم مشاهدينا وأرجع من جديد إلى علي وتغريده أتمنى أنهم يكونوا متحمسين خلاص أجزلنا أسمعهم خلاص أنا جهست بدلة الفضاء أنا همشي القبعة مع لك وأنت عليك النظارة يا يوسف لا تنسى لازم نوزع المهاب شكرا لك وضيفك الكريم شكرا جزيلا لك